أهلاً وسهلاً بكم أحبة التلاميذ في الدروس الألكترانية لمدارس السندباد الأهلية درسنا اليوم لمادة القرآن الكريم والتربية الإسلامية للصف الثالث الابتداء محاضرة رقم 17 موضوعنا لهذا اليوم هو تكمل لدرسنا السابق حيث أخذنا في درسنا السابق من العبادات أخذنا أولاً الوضوء عرفنا ما هو الوضوء واجبات الوضوء ومبطلات الوضوء وكذلك سنن الوضوء طلبت حفظها وأكيد أنتم شطار حفظتها أما في هذا الدرس أحبة التلاميذ رح نأخذ من العبادات ثانياً الصلاة رح أقرأ الموضوع الصلاة قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً وقال الله تعالى ادل ما أحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون إن الصلاة عبادة وطاعة لله سبحانه والصلاة تعلمنا الطهارة والنظافة ومكارم الأخلاق إن الصلاة تنهى المصلي عن فعل الفحشاء والمنكر وهي السيئات مثل الكذب والغش وسرقة أموال الناس ويقاع الأذى بهم إن المؤمن الذي يؤدي الصلاة لا يعمل مثل هذه الأعمال السيئة إن المصلي يدعو في صلاته لنفسه ولوالديه وللمؤمنين في اليوم خمس مرات فيطحر قلبه ونفسه من الحقد والكرهية وتمتلئ نفسه بحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والمؤمنين والدعاء بالخير والمغفرة لهم كيف نصلي؟ تتكون الصلاة من الأعمال والأقوال الآتية التي يشترط أن نقوم بها مرتبة الواحدة بعد الأخرى وبشكل متتالي عندما نصلي نتوجه إلى القبلة مكة المكرمة لنؤدي الصلاة كما يأتي أحبت تلاميذ هذه التسع نقاط اللي راح أقراها مطلوبة من عدكم حفظ أولاً النية ومعنى النية أن نقصد في نفوسنا أداء الصلاة قرب إلى الله تعالى ثانياً تكبيرة الإحرام والواجب الثاني في الصلاة هو تكبيرة الإحرام فنقول بعد النية الله أكبر فإذا كبرنا دخلنا في الصلاة ثالثاً القيام ويجب أن نؤدي الصلاة قياماً يستثنى من ذلك المريض أو العاجز عن القيام فيجوز له أن يصلي جالساً أو مفتاجعاً قدامكم أحبة التلاميذ صورة هذا المصلي واقف وبدأ بتكبيرة الإحرام رابعاً القراءة قراءة صورة الفاتحة وسورة قصيرة أخرى خامساً الركوع وهو الإنحناء خضوعاً لله تعالى بحيث تصل يد المصلي إلى ركبتيه ويجب أن يذكر في الركوع مثل القول سبحان رب العظيم وبحمده سادساً السجود تجب في كل ركعة سجدتان يضع المصلي جبهته وراحة يده وركبتيه وأطراف إبهام قدميه على الأرض ويقول سبحان رب الأعلى وبحمده مثل ما ذاكرنا أو منطينا الصورة الجلوس بين السجدتين عندما يفرغ المصلي من السجد الأولى يسجد مدة قصيرة ثم يسجد السجد الثانية كما موضح لنا في الصورة الجلسة بين السجدتين ثامناً التشهد وهو أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وآلي محمد تاسعاً التسليم هو آخر جزء من الصلاة فنقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن القنوت المستحب هو مو من التسع نقاط الحركات الواجبة في الصلاة القنوت هو مستحب وليس واجب يستحب للمصلي أن يقنط فيها الركعة الثانية من الصلاة اليومية بعد الانتهاء من القراءة والقنوت هو الدعاء فتدعو الله بالمغفرة والرحمة أحبة التلاميذ اليوم موضوعنا عن الصلاة يتكلم عن أهمية الصلاة وأن الصلاة هي عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى والصلاة تعلمنا الطهارة والنظافة ومكارم الأخلاق وأن الصلاة تنهي المصلة عن فعل الفحشاء والمنكر وهي السيئات مثل الكذب والغش وسرقة أموال الناس وإيقاع الأذى بهم وأن المؤمن أحبة التلاميذ الذي يؤدي الصلاة لا يقع في هذه الأخطاء القبيحة وأن المصلي عندما يصلي يدعو لنفسه ولوالديه ولجميع المؤمنين في اليوم خمس مرات فيدعو لهم بالمغفرة والرحمة لذلك يمتلق قلبه بالحب ويبتعد عن الحقد والكراهية كيف نوصل لأحبة التلاميذ الصلاة تتكون من تسع حركات نقوم بها أثناء الصلاة واجبة يجب أن تكون بشكل مرتب يعني من نحط الثانية قبل الأولى أو نؤدي الحركة الثالثة قبل الثانية أول حركة بالصلاة هي النية وهي أن نقصد في نفسنا أن هذه الصلاة نؤديها قربة إلى الله سبحانه وتعالى ثانيا تكبيرة الإحرام كما موضح في الصورة أن يقف المصلي ويقول الله أكبر فإذا قال الله أكبر دخلنا في الصلاة ثالثا القيام هو أن نصلي ونحن واقفون لكن الله سبحانه وتعالى استثنى من ذلك الناس الكبار بالسن الذين لا يستطيعون الوقوف فممكن يصلونهم وجارسين وأيضا أكو أناس اللهم يعافينا أيضا أصلا جلوس ما يقدرون يجلسون فممكن يصلونهم نايمين رابعا بعد أن كبرنا نقرأ سورة الفاتحة وسورة قصيرة أخرى خامسا الركوع وهو الإنحناء بحيث تصير إدينا على ركبنا ونقول سبحان الله العظيم وبحمده خامسا السجود وفي كل ركعة سجدتان بحيث يضع المصلي جبهته ويداه راحة يداه وركبته وإبهامه على الأرض ويقول سبحان رب الأعلى وبحمده أيضا الجلوس بين السجدتين عندما نسجد السجدة الأولى ونجلس قبل أن نسجد السجدة الثانية نجلس بهذا الوضعية فترة قصيرة جدا ثم نقوم بالسجدة الثانية التشهد وهو ثامنا أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وآل محمد تاسعا التسليم وهو آخر جزء من الصلاة فنقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة التلاميذ هاي تسع نقاط واجبة في الصلاة بشكل مرتب أما القنوط فهو مستحب وليس واجب وأن القنوط هو يكون في الركعة الثانية قبل ما نركع الركعة الثانية بعد انتهاء من القراءة نقف وندعو بالرحمة والمغفرة لأنفسنا ولوالدينا وللمؤمنين جميعا ندعو لهم بالمغفرة والرحمة أحبة التلاميذ اللي أريد من عدكم مراجعة الموضوع مراجعة جيدة عندنا هواي أمور لازم نحفظها مثل أين أو الصلاة لمن تكون ماذا تعلمنا الصلاة الصلاة تنهى عن ماذا كم وقت نصلي هنانا عندنا تسع نقاط أريدها حفظ وأيضا حفظ بشكل فهمي يعني شون نصلي مو بس حفظ درخ وآخر شي القنوة وكما قلنا القنوة هو مستحاب وليس واجب وشكرا لكم أحبة التلاميذ